تمتلك القطط المنزلية أجساماً نحيلة وملنة مغطاة بالفرو الناعم والنامع ويتراوح حجمها من صغيرة جداً إلى كبيرة حيث يمكن أن تتراوح أوزانها بين 2 إلى 7 كيلوغرامات تبعاً للسلالة والنوع تتميز بأربعة أرجل ملنة تمكنها من القفز والتسلق بسهولة وأنياب حادة تساعدها على استياذ الفرائس وتتمتع أيضاً بأيون كبيرة ملونة وحدة الرؤية مما يجعلها صائدة ماهرة في الضلام القطط المنزلية لها سلوكات وسيمة مميزة تختلف عن تلك التي تجدها في الحيوانات الأخرى وفهم هذه السلوكات يساعد في التعامل الأفضل معها وجلبية احتياجاتها الطبيعية إليك بعض سلوكات القطط المنزلية الأكثر شيوعاً تميل القطط إلى البحث عن مكان هدئ ومنعزل للرحد والنوم ويمكنها أن تختار مكاناً معيناً في المنزل كمكان آمن وخاص بها مثل علبة الرمل أو السرير عندما تكون القطط رادية ومسترخية تميل إلى التمدد والتمطيط وقد تعتبر هذه اللحظات إشارة للراحة والإتمئنان تقضي القطط الكثير من الوقت في تنظيف أنفسها باستخدام لسانها أو مخالبها وهذا من السلوكات الطبيعية لإزالة الفراء الميت والأوسخ يمكن للقطط إظهار سلوك يشيد إلى رغبتها في التواصل مثل تحريك ذيلها بطريقة خاصة أو إصدار أصوات عالية أو هادئة مختلفة تحب القطط اللعب وهو جزء مهم من نمط حياتها ويساعدها على ممارسة جسدها وتحفيز عقلها قد تقوم القطط بتوضيح نطاقها الشخصي ومكانها عن طريق علامات توضيحية مثل خدش الأثاث أو الاحتكام إلى علبة الرم تميل القطط إلى أن تكون مستجبة لمذاجها والبيئة المحيطة بها قد تكون لطيفة ومحبوبة في بعض الأوقات ومتفردة ومتجنبة في أوقات أخرى صوت القطط المنزلية صوت القطط المنزلية يتنوع بين مجموعة الأصوات التي تستخدمها للتواصل والتعبير عن مشاعرها واحتياجاتها إليك بعض الأصوات الشائعة التي تصدرها القطط المنزلية أولا الزقزقة إن هذا الصوت هو واحد من أكثر الأصوات التي تصدرها القطط وأكثرها تميزا يصدر صوت الزقزقة عندما تكون القطط راضية ومستريحة وعادة ما تكون علامة على السعادة والإستمتاع ثانيا القر يعد القر صوتا أساسي للتواصل بين القط ومالكه تستخدم الكرة القر للتعبير عن احتياجاتها مثل الجوع أو الرغبة في اللعب أو الانتباه إليها ثالثا العواء قد تصدر القطط أصواتا عالية تشبه العواء في بعض الحالات وقد تكون هذه الأصوات علامة على الليل الدراب أو الشعور بالوحدة رابعا الدغدغة يمكن للقطط أحيانا إصدار أصوات تشبه صوت الدغدغة ويعتقد أن هذا السلوك مرتبط بردد فعلها على الطيور أو القرائس الأخرى خامسا الصفير عندما تشعر القطة بالتهديد أو الخوف قد تصدر صوت الصفير الذي يشبه صوت الشرير في الأفلام هذا الصوت يظهر أن القطة غير راضية بالموقف وقد ترغب في الإبتعاد سادسا الغرغرة في بعض الأحيان قد تصدر القطة صوت يشبه صوت الغرغرة أثناء لعقها لشيء مثل الطين الرملي أو عند تناول الطعام سابعا الصراخ إن الصراخ صوت قوي ومتكرر يمكن للقطة أن تصدره عندما تشعر بالضيق أو الألم أو الإشهاد ويمكن أن يكون إشارة لمشكلة صحية تحتاج إلى اهتمام الفرق بين القط والقطة هناك بعض الفرقات الجنسية الطبيعية بين ذكور وإنات القطة المنزلية تتمثل هذه الفرقات في بعض السماس الجسدية والسلوكية وإليك بعض الفرقات الرئيسية الذكر عادة يكونون أكثر ضخامة وأقوى في البنية بحين تكون الإناث أسغل حجما وأنعم في البنية قد تكون القطة الذكور أكثر ثقلا في الوجه من الإناث حيث يميل لديهم الوجه إلى أن يكون أكثر ضخامة وأكثر قوة في الملامح بالمقابل يكون لدى الإناث وجه أنتوية أكثر نعومة ورقة قد يكون للقطة الذكور أطراف خلفية أكبر وأكثر قوة من الإناث وذلك يعود جزئيا إلى تأثير هورمون التستوستيرون الذي يؤثر على نمو العضارات هناك أيضا بعض الاختلافات في السلوك بين القطة الذكور والإناث على سبيل المثال يميل الذكور إلى أن يكونوا أكثر احتشاما وأقل حذرا في حين تكون الإناث عادة أكثر حذرا وحيطة الذكور لديهم حيوانة منوية ويمكنهم التكاثر طوال العام في حين أن الإناث تخضع للدولة الشهرية وتكون قادرة على التكاثر خلال فترات معينة التزاوج بين القط والقطة مراحل التزاوج بين ذكور وأنث القطة تشمل عدة خطوات وتتبع نمطا طبيعيا إليك نظرة عامة على مراحل التزاوج بين القطة المنزلية أولا الاستعداد والتحفيز تبدأ هذه المرحلة عندما تكون القطة الأنثى في فترة التزاوج تبدأ القطة بإظهار سلوكية تحفيزية مثل الصراخ والتجاوب بشكل إيجابي مع القطة الذكر عند اقترابه ثانيا التقارب يقترب القطة الذكر من القطة الأنثى وقد يبدأ في لعقها والاحتكام بها يكون السلوك في هذه المرحلة أكثر تكرارا واستمرارا ثالثا القفز والالتفاف عندما تكون القطة الأنثى مستعدة للتزاوج يقفز القطة الذكر على ظهرها ويعض لقبتها بأسنانه رابعا التزاوج عندما يتم وضع جسم القطة الذكر بشكل صحيح على القطة الأنثى تحدث عملية التزاوج الحمل والولادة والإردع الحمل والولادة والإردع هي مراحل هامة في حياة القطة المنزلية إليك منخصا لكل مرحلة أولا الحمل تستمر فترة الحمل عند القطة لمدة تتراوح بين 63 و 67 يوما ومن السعب تحديد الحمل في الأشهر الأولى ولكن يمكن للقطة أن تظهر بعد التغييرات البدانية والسلوكية بمرور الوقت قد تلاحظ زيادة في حجم بطنها وتصبح أكثر ترقبا وتواصلا تحتاج القطة إلى رعاية إضافية أثناء فترة الحمل وينصح بتقديم طعام صحي غني بالبروتين والبيطانينات يفضل الاحتفاظ بمكان هادئ ومريح للقطة خلال فترة الحمل ثانيا الولادة القطة قد تبحث عن مكان هادئ وآمن للمخبأ للبدء في الولادة من المهم توفير صندوق الولادة المناسب وتحضيره بمواد ناعمة ودافئة لاستقبال القطة وصغارها قد تستمر عمليات الولادة لعدة ساعات وتتكون من مرحلتين تبدأ القطة بالمخاض ويكون ظهور الصغار في هذه المرحلة محدودا ثم يحدث توسع الرحم لإخراج الصغار بالكامل في المرحلة الثانية ويمكن أن تكون بين كل جنين وآخر فترة راحة عندما تنتهي عملية الولادة تقوم القطة بتنطيف صغارها وتلقينهم الرضاعة ينبغي توفير بيئة هادئة ودافئة للقطة وصغارها بعد الولادة والتأكد من تلقي الأم للرعاية والغداء الكافي ثالثا الارضاع تستمر فترة الإرضاع عادة لمدة 6 إلى 8 أسابيع في هذه الفترة تمنح الأم الرضاعة الذي يمد الصغار بالغداء والأجسام المضادة الضرورية لتقوية جهاز مناعتهم تبدأ القطة عادة تدريجيا في فطام صغارها حول سن 4 إلى 6 أسابيع ويبدأ الصغار عندها في تناول الطعام الصلب تدريجيا والانفصال عن الأم طعام القطة المنزلية طعام القطة المنزلية يعتبر عاملا حاسم لصحة ورفاهية القطة يجب أن يتدمنى نظاما غذائيا متوازنا ومغذيا يلبي احتياجاتها الغذائية الأساسية إليك بعض النقاط المهمة حول طعام القطة المنزلية أولا الغذاء المجهز تجاريا يعتبر الغذاء المجهز تجاريا خيارا مريحا وشائعا لأصحاب القطة يمكن العثور على أنواع مختلفة من الأطعمة الجافة والرطبة المصممة خصيصا لتربية احتياجات التغذية للقطة ثانيا التغذية الطبيعية يمكن أيضا تغذية القطة بنظام طبيعي يتضمن اللحوم الطعزة المطبوخة والأسماك والخضروات ثالثا الماء يجب أن يكون الماء متاحا دائما للقطة يجب تجديد الماء بانتظام والتأكد من توفره للقطة في جميع الأوقات والآن إليك بعد النصائح الهامة لتربية القطة المنزلية تأكد من أن المنزل آمن للقطة وخال من أي مواد ضارة أو أشياء قد تشكل خطرا عليها قم بإخفاء الأسلاك الكهربائية والمواد السامة وتأكد من توفير أثاث مناسب لللاعب والاسترخاء قم بتوفير صندوق رملي نظيف ومناسب للقطة للقيام بحاجتها قد تحتاج القطة إلى التدريب على استخدام الصندوق ويفضل تنظيفه بانتظام للحفاظ على نظافتها قم بتدريب القطة على بعض الأوامر الأساسية والقواعد البسيطة كما قم بتوفير وقت للتفاعل واللاعب معها لتعزيز علاقتكما وتقوية روابط الثقة بينكما قم بجدولة زيارات منتظمة للطبيب البيطري للتحقق من صحة القطة وتلقيحها ومعالجة أي مشاكل صحية محتملة وصلنا أصدقاء لنهاية الفيديو إن كنت من محبي الحيوانات فيشرفنا أن تنظم إلينا وتشترك في القناة فليسنسى إخبارنا بآرائك واقتراحتك في التعليقات شكرا شكرا